طب نعمل ايه عشان نحس بقى بان قلوبنا ونفسنا مرتاحة اول حاجة حدد اكتر سبب او سببين بيخلوك تحس بالانهاك وابدأ خطوة خطوة بعيدة عنهم وخطوة تخرج من اسرهم يعني خطوة تبتعد عنهم وخطوة في اتجاه الحال اضرب لك مثال احد اسباب الانهاك عندك مثلا انت وجد ان احد اهم اسباب الانهاك عندك هو ادمان الشكوى توقف عن الشكوى وإيه اللي حصل وحاول تتعلم كلام حلو وتتكلم به عن حياتك انت عامل ايه والله العظيم انت مش عارفين اللي انا فيه ده وتمعرفش لا توقف عن ده وفي نفس الوقت تقول ايه الحمد لله في نعم فالناس تستغرب انت وكنت بتشتكي الحمد لله في نعم إيه اللي تغير لا والله الحمد لله لا شفت فضل ربنا علي والله وتبتدي انت تشوف فضل ربنا عليك ده حل مهم جدا 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 عشان تخرج من الانهاك ان انت تبتدي عملية تشوف فيها فضل ربنا عليك يبقى ده اول خطوة تقدم خطوة نحو الحال تتكلم كلام حلو عن حالك لما تتكلم كلام حلو عن حالك انت مش بتكذب انت عايش في نعمة بس انت مش شايفها وانت عوده نعمة الله لا تحصوها الشخص المنهج ده لو في نعمة زي نعمة الصحة او نعمة نعمة زي ان زوجته ست طيبة اتغيرته بقت عصبية ولا تغيرته يحس ان حياته كلها تدربكت انت في نعمة وعشان كده ايه لا حاصل فاذا كنت في نعمة فرعاها لازم ترعى النعمة فان المعاصي تزيل النعم فيا سيدي ارعى النعم ولئن شكرتم لا ازيد انكم فلزاك ايه لا حاصل على طول اتقدم خطوة نحو شكر النعمة واتكلم بكلام حسن طيب تاني حاجة ممكن نعملها ايه كل يوم ان تتعلم حاجة جديدة في حياتك ولو بسيطة وتجرب تطبقها في حياتك لما تعمل كده ايه اللي حاصل حياتك تحس ان فيها اضافة فلما تحس ان فيها اضافة دايما نقول لكم قاعدة كده في الحياة كلما زادت قدراتك زادت ايه زادت العافية في حياتك كلما زادت قدراتك حاجة غريبة جدا كلما تزيد قدراتك تزيد العافية فيك ولذلك حضرت نبك اللهم اني اسألك العفوة والعافية تعفو عني وتديني عافية عشان احس بوسع حياتي ولذلك ايه لازم نمشي في العافية والعافية دي تخليك تجدد حياتك يبقى انت ايه اللي حاصل طول الوقت اتعلم حيات جديدة اذا زادت القدرات ايه اللي حاصل على طول الانسان بيحس بساعة الحياة يبقى زيادة القدرات توسع الحياة تالت حاجة اختار علاقة من علاقتك المهمة واعمل اقرب حاجة تشيله غبار من عليها يعني تشيله الايه لما على العلاقات صين اعمل صيانة للعلاقات وليكن مثلا انك تخبط على باب قوضة بنتك او ابنك وتحضنهم وتسألهم وعمليني النهاردة وتحسسهم بانك انت مشتائي لهم بس مش هايزين اي حاجة مش هايزين انك تنقي موضوع ضخم عن موضوعات المستقبل والحياة تتكلم فيهم اعمل ده بس اعمل طبق كلام حضرة النبي لا تحكرن من المعروف شيئا ولو انت لقى اخاك بوجه انطلق طبق ده طبق العمال البسيطة اعمل كده فيها رابع حاجة خلي ليك مناجا مع الله سبحانه وتعالى كل يوم تشكره سبحانه وتعالى على النعم من النعم اللي ودهلك ودعي دايما في الصبح وفي المساء وقول كده ربنا ربي ادرك عبدك من عودته مددك تقول كده ربي ادرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك قلو كده ربي ادرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك تقول الكلام ده في الصبح تقول الكلام ده في المساء ربي ادرك عبدك ايه سيدي من عودته مددك بجميل ما عندك يا سلام تحس كده ان الدنيا بتتسع تحس بالنعمة وساعتها تحس ان انت مع الله سبحانه وتعالى الحاجات اللي احنا قلناها دي عساها عساها تساعدك بشكل واضح ان انت تكون مع الله سبحانه وتعالى وتكون دايما في ساعة مولاك سبحانه وتعالى يا سيدة لازم نعرف بشكل واضح وشكل دقيق ان ايه يا سيدة لازم نعرف ان احنا واحنا عايشين في مدد ربنا سبحانه وتعالى مدد ربنا اللي ينتهي لازم تعرف حاجة مهمة جدا 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 عارف لازم تعرف ايه تعرف ان عطاء ربنا لا يتوقف خزائن وملأة كمل بقى شويه كمل معاي خزائن وملأة سحاق الليلة والنهار ربنا خزائن وملأة سحاق الليلة والنهار بتنزل خزائنه على مين عليك ولزاك انت بتختسل لما بتصلي بتختسل بتختسل من مش بس من زنوبك اذا كانت الزنوب الأشد قوة من همومك بتروح فازاي انت وبتصلي ما تخسلش همومك كمان تعود ان كمان الانهاك اللي عندك ده مش بيفوق بدنك بيفوق قلبك من الانهاك خليك مع كل صلاة تحس ان انت كأنك تولد من جديد رأيت ان كان على باب احدكم نهر يتوضأ منه خمس مرات ايبقى من درني هي شيء ما قالش ايبقى من زنبي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايبقى من درني هو الانهاك والتعب والوجع والألم والمظلومية والاحساس بالعذمية والاحساس بان انت ملكش اهمية مش كله ده درن الصلاة بتخسل الدرن ده وعشان كده حضرت النبي قال لي سيدنا بلال ايه ارحنا بالصلاة يا بلال مع السياة دي مجلبة للراحة وعشان كده انت لازم تفتح اقواب الراحة على نفسك تفتح اقواب الراحة على نفسك بمدد ربنا سبحانه وتعالى لازم كمان شيء مهم جدا وانت عايز تتخلص من الانهاك ده الانهاك ده من ايه من كسرة الهموم ومكسرة الاشياء طفل ربنا ربنا سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك ما ترككش سبحانه وتعالى ابدا فلزاك انت لازم تستمر مع مولاك ولازم تعيش حقيقة ان هو سيدك معاك لا تركك ابدا اشتركوا في القناة